موسيقى ارتيال ودروس في ذكرى قادة النصر مبادرة تسويق الخيانات مصرية اليمن مجددا يقلب الموازين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اغتيال ودروس في ذكرى قادة النصر في الأسبوع الماضي كما تعلمون اغتيل الشهيد القائد سيد رضي الموسوي في سوريا وبهذه المناسبة أيضا تكرر رفس السؤال متى ستنتقم إيران وكيف سيكون الرد الإيراني قبل أن نتناول هذا الجزء من هذه القضية التي يروج لها الإعلام العبري والعربي والدولي المعادي طبعا هو أنه متى ترد إيران وكيف سترد وهذا يتكرر باستمرار أقول قبل أن نرد ونجيب على هذا السؤال ينبغي أن نشير إلى ما نقلته الصحف العبرية بشكل خاص عن هذا الاختيال مثلا يدي عوت أحرونوت أشارت إلى أن القيادي الإيراني يراني ختل بسوريا إضافة لإثنين من مساعديه كما تقول وضباط بالحرس الثوري غنات لن أذكر اسمها لكنها عبرية التوجع وهي بالعربي تنقل إصابة خمسة من مرافقي القيادي بالحرس الثوري رضي موسوي في الغارة التي استهدفته فرحانيين طبعا هيئة البث الإسرائيلية كان تقول وزير الدفاع الصهيوني كان موجودا بالجبهة الشمالية خلال اغتيال القيادي الإيراني في سوريا صحيفة يدي عوت أحرونوت مرة أخرى تقول القيادي الإيراني موسوي الذي قتل بسوريا كان ينوي ينوي يعرفون النوايا التوجه إلى لبنان وكأنه يعني يعني محرم عليه أن يذهب إلى لبنان الجيش الإسرائيلي هكذا الصحيفة تقول يرفع حالة التأهرب بالشمال يعني منطقة المواجهة للبنان خشية رد قوي على اغتيال المسؤول الكبير للحرس الثوري السيد رضي الموسوي صحيفة جيروزالين بوست العبرية المسؤولين إسرائيليين إسرائيل تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على اغتيال مستشار الحرس الثوري الصحيفة جيش العدو يعني جيش الكيان الصهيوني أنا أقول العدو يقولون الجيش الإسرائيلي سنرد بقوة على أي استهداف من لبنان المراسل هالي الأوروزين للقناة العبرية الرابعة عشر الهجوم والاغتيال الإسرائيلي في سوريا يزيد من اليقظة والجاهزية مع لبنان صحيفة معارف الإسرائيلية في تقرير لها إن اغتيال القياد البارز في الحرس الثوري الإيراني رضي مسوي في سوريا قد يشير إلى الدخول في مرحلة جديدة ويعتبر عملا دراماتيكيا قد تكون له عواقب كبيرة أوضحت صحيفة معارف أن موسوي ليس مقربا فقط من سليماني الشهيد القائد بل أيضا من أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وقالت من المؤكد أنه من الممكن أن تكون عملية تصفية موسوي غير العادية بمثابة رسالة تحذير حادة لنصر الله على خلفية الأحداث القائمة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل حيث تتصعد ردود أفعال الحرب وسط مخاوف من الانزلاقي إلى حرب شاملة موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا وهلما جرى منها المال وحمل جمال كل هذا الكلام تكرر وأكثر من ذكر في وسائل الإعلام العبرية والعربية بين قوسين وطبعا الأمريكية والغربية عموما ضخ هائل من التحريض حتى بعدين يجاوبونهم على هذا السؤال بطريقتهم التي روج لها الأترامب عندما زعم من جملة أكاذيب في نفس خطاب ذلك الذي ذكره بأن رد إيران على قاعدة عين الأسد تم بالاتفاق معه يعني الإيرانيين اتصلوا به وقالوا الريدن رد وهم مهم طبعا يعني من باب أن إيران ردت ردت لكن هذا الرد تم بالتوافق معنا كذبة من الأكاذيب المفضوحة إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ورغان واضح وصريحة هو قاتل هو قاتل ويجي يزعم هذا الزعم وبالمناسبة لنفترض جدلا ليه خالف؟ أن إيران أبلغتهم وهو رضخ يعني رضخ للضربة الإيرانية يعني انفرق حشمة رضخ لأول مرة تستهدف القواعد الأمريكية بشكل رسمي من دولة والدولة تيجي تعلن يقول أنا ضربت هس على هذه القاعدة وبعدين على فكرة بعدين يجون يحشون أين الرد الإيراني ومع الأسف حتى بعض القنوات الوازنة عندما يعني نفسه من باب التغطية الإعلامية تتناول هذا الحدث مثلا اختيال الشهيد السيد رضي وتقول كيف سترد إيران يعني بالله ليقم هل من المعقول إجابة واضحة هل من المعقول إيران فعلن عن خططها العسكرية الحربية الدفاعية على الهواء في وسائل الإعلام بس تقول لي ويتقول هذه القنوات زي المو هناك تصريحات من مسؤولين إيرانيين فيما يتعلق بالرد وسننتقم وطرحة عبارة انتقام السخت انتقام يعني الانتقام الصعوب القوي نعم تصريحات المسؤولين الإيرانيين وهذا هذا من معرفة ومن تحقيق وبعدين هذا جزء من المعركة من أقول جزء من المعركة مو بس تصريحات المسؤولين الإيرانيين عموما التصريحات بين دول متحاربة نتنزل ونقول هذا الكيان الصهيوني مع كل الأسف أصبح دولة وهو كيان النقيط عضو في الأمم المتحدة مع كل ذلك في يعني أحيانا إيران تتقدم تقدم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي إلى الأمم المتحدة عندما يهدد الكيان الصهيوني بالقيام بعمليات أو بشن حرب عليها هذا في السياق العام يعني بالحروب بين الدول التصريحات وجزء من هذه الحرب فمره تخيب ومره تصيب أنت بندقية بإيدك مرة هذه البندقية كلمة ومره رصاصة ويطلق النار ويطلق الكلمة فمره تصيب ومره تخيب هذا التفسير المنطقي نعم مع إيران يختلف أنا أكرر وأؤكد أنه يختلف لأن الإيراني الإيراني كما للعربي شخصيته الإيراني لديه شخصيته المميزة أنه يذبح بقطمة وصبره طويل طويل وأنه حين يقوم بعمل ما ليس بالضرورة يعلنه أو يعلنه وهو نفس الكيان الصهيوني الكيان الرسمي هذا بشكل رسمي لم يتبنى حتى هذه اللحظة عمليات الإغتيالة التي نفذها على مر تأسيسه الكيان أسس على قاعدة الإغتيالات وسيد رضي لم يتم توقيت إغتياله الآن لا له هدف قائم إغتيال قائم وقد تعرض لمحاولات وليست محاولة واحدة للإغتيال منذ زمن طويل وهو مشروع شهادة كما قال هو حتى أثناء حياة الشهيد القائد قاسم سليماني عندما قال له سيد كما فلان وفلان وفلان ختيروا كبروا أحنا كبرنا خلاص قدمنا ما علينا يجب أن نستشهد وأنت يا سيد رضي يجب أن تستشهد قالها متى قالها والشهيد حي وهو حي دائما الشهداء أحياء أحياء عند ربهم يرزقوا يرزقون يعني أحياء أخذوا عطا لهذا يقول أنا لم أنزع القميس الأسود منذ أن أخبرني وبعد استشهاده بشكل خاص هؤلاء مشاريع شهادة هؤلاء يبحثون عن إحدى الحسنيين هذا القرآن يقول قل هل تربصوا بنا ألا إحدى الحسنيين هذا هو فاز الشهيد يريد الشهادة نحن لا نتحدث عن خسارة لكن نتحدث عن واحدة من أهم الدروس والعبر في ذكر الانتصار واختيال الشهيد سيد رضي والخرق الأمني والجواسيس المبثوثون هنا وهناك وهذا يزيد قافلة المنتصرين إصرارا على الانتصار والانتقام مفتوح الانتقام مو بس للاستشهاد قادة النصر والسيد رضي لا لا الانتقام أساسا هذا مفتوح في الجمهورية الإسلامية تحدث وحلفائها منذ أن تبنوا بشكل رسمي بعد انتصار الثورة الإسلامية مشروع تحرير فلسطين مبادرة تسويق الخيانات مصرية أحباي تعالوا شوفوا في الأيام القليلة الماضية وأنا كنت قد حذرت من هذا اليوم الأول لطوفان الأقصى قلت بأن الطرف الآخر والطرف الآخر يشمل هذا العدو المباشر العدو الصهيوني ومن يقف معه وأيضا الدول المطبعة الدول التي خضعت لنقول لا نريد أن نقول خانت خضعت للإملاءات والضغوط وقبلت بمعاهدات الاستسلام التي سميت معاهدات سلام وبدأها المصريون يعني النظام المصري في معاهدة كام ديفيد عام 1978 ومرة أخرى نكرر أحبائي أن معاهدة كام ديفيد اتفاقية كام ديفيد أبرمت والثورة الإسلامية لما تنتصر بعد في إيران يعني إيران لم تكن مطروحة أين إيران أين إيران لا إيران ما كانت موجودة بل كانت موجودة وجزء في الخالة الأخرى يعني في الخالة اللي بيها الكيان الصهيوني طيب وراء مبادرة مصر للسلام أو معاهدة مصر هذه معاهدة كام ديفيد بين قوسيا للسلام اسم حولي أستخدم بعض المصطلحات اللي هم بيروجوها جاءت أوسلو بين ملظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني في العام 1993 ووراها إجت اتفاقية وادي عربة الأردن والكيان الصهيوني عام 1994 يعني لم يذهب الثور ولكن لم يرجع الثور عفوا كما يقول شاعرنا الكبير السيد أحمد مطار حفظه الله بعد قمة كام ديفيد عقدت قمة بغداد لازم نكررها في لوفمبر مانيو وسبعين أيضا وبعدها ثورة إسلامية ما منتصرت بعدها إيران بتلك الخانة سووا مؤتمر حتى يرجع الثور حتى يرجعون مصر إلى الحضيرة العربية لم يرجع الثور ولكن ذغبت وراءه الحضيرة بالتدريج كما أعلن في البيان الختامي لقمة بغداد بغداد عام 1978 والقبول بالقرارين 242 و 338 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي والذين يعترفان رسما بالكيان الصهيوني فسا هذه الدول كلها اجتمعت هي لا تريد لا تؤيد طوفان الأقصى والكثير منهم ومحللوهم وإعلامهم نحن عن هذه الدول العربية المطبعة والتي زعمت أنها ترفض التطبيع لكنها قبلت من نظرية لم يرجع الثور ولكن ذغبت وراءه الحضيرة كلها اروح شوف اعلامها هستشوف البعثيين جماعة صدام حسين اللي خبصونا بقمة بغداد شوف موقفهم ويامن ويطوفان الأقصى أبدا هذول اللي تحولوا بين ليلة وضحاها وطبعا مو تحولوا بين ليلة وضحاها ذكرت لكم في الحلقة السابقة عن الصهائن العرب تحولوا إلى متصهينين عرب أقل درجة من الصهائن العرب حربهم ويامن حربهم ويامحور المقاومة ويامحور المقاومة مو هي الكيان الصهيوني ويبررون هاي التبريرات المعروفة وما نقدر وما نقدر والسبب إيران مع أن تسويق الخيانة تم بعد معاغدة كامديفل حسا الأكثر وإيلاما والمصيبة الأكبر وأنا قلت لكم سيحاول هذا المحور تحويل طوفان الأقصى من انتصار إلى كامديفيد أخرى فلسطينية وهذه المبادرة التي قدمتها مصر بالتنسيق مع الأردن وبقبول بعد إدخال تعديلات على أساس بزعله شوي جماعة السلطة الوطنية الفلسطينية البداية وبعدها صارت تعديلات على المبادرة قبلتها قبلتها منظمة التحرير يعني السلطة الوطنية الفلسطينية يعني بين قوسين كامديفيد اجتمعت مرة أخرى مع أوسلو ومع وادي عربة وطلعوا لك مبادرة هذه المبادرة لإنهاء ما يسمونه بالصراع في غزة يعني في البدايات تسوقوا لمشروع الدولتين الأمريكان والغربيين عموما حتى دول أخرى صين وروسيا وحتى القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض قبلوا بحل الدولتين حل الدولتين شنو يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني والكيان الصهيوني يرفضوا حل الدولتين ويقول لك هستعال شوف اللي يروجون لكامديفيد جماعة كامديفيد وزراء خارجية سابقون وحاليون وفي مصر تحديدا يقول لك احنا هدفنا خلق شرق أوسط جديد يسئلوه وزير الخارجية المصري واحد منهم خرج في بي بي سي قبل أيام وزير خارجية سابق يسئلوه عن الكيان الصهيوني يقبل اسرائيل تقبل قال لا اسرائيل لا تقبل يسئلوه عن موضوع التهجير زين إذا هجر الفلسطينيون اسرائيل تقبل بعدته قال اسرائيل لن أبدا في سياستها لن تقبل بمهجر يهجر فاط منذ 48 وحتى اليوم زين انتبعت شنون تتشارك أوسط جديد في وجود هذا الكيان وهذا الكيان يتمدد وتيجي مبادرة بحجة انهاء الصراع يسمون بين حماس واسرائيل هو مو صراع بين حماس واسرائيل وهذا التسويق هم غلط وهذا التسويق هو التطبيعي هو صراع بين الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم منهم محور المقاومة طبعا وكيان غاصب ومن يقف خلفه جماعة وعد بالفور والأمريكان وغيرهم الذين مستفيدين من هذا الكيان كقاعدة متقدمة لتحقيق مصالحه وقف اطلاق نار تدريجي لفراج التدريجي عن الرهائم تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط لادارة قطاع غزة والظفة الغربية و ويش وي انهاء القضية الفلسطينية بس أنا ما ربا تحضر بالتفاصيل مو هذا موضوعي موضوعي انه تعال شوف وسائل الاعلام وخصوصا اللي تزعم انها تدافع عن الحق من العربية مثلا وبعضها عراقية وبعضها اقليمية في المنطقة يجون ولا يزال التركيز ايران عدو الكيان الصيوني مو عدو لا يكون نحل المشكلة وياه يابا هذا الكيان الصيوني استيطاني السحنة نفترض بتعدك مشكلة مع ايران وسبحان من لا عنده مشكلة مع الجوار كل دول العالم ما امريكا والمكسيك كل دول روسي خب ليش ليش راحت روسيا دخلت في اوكرانيا سوت العملية الخاصة في اوكرانيا هذه حروب او معارك او خلافات حدودية دول العربية نفسها امان والامارات عزمات المستحصية البحرين وقطر معبلكم انتهت لا بعد موضوع القبول بالمحكمة الدولية هم عدوهم صراعات سعودية وقطر سعودية ولكويت الكويت ليش الكويت قبيلت بان تعطي السعودية جزء من استيلائها على حقل الدورة تكفوا الشارعه وهاي خلافات طبيعية ماكو مشكلة عندك ممكن خلافات الامارات وايران عدهم مشكلة حول الجزر هذا طبيعي لكن ايران ليست عدوا للدول العربية ايران عدها خلافات حدودية مع العراق ولا تزال البنود من القرار الدولي خلس مئة واثمانية وتسعين غير مطبقة ما عدا البند الاول وقف اطلاق النار ودائما ما اكرر هذا خطر ايضا لازم انحل هذه المشاكل من ضمنها خلافات حدودية خلافات اختلاف وجهة نظر هذا يقول هاي لي وهاي يقول تعال قعدوا وتناقشوا العدو والكيان الصهيوني يحولون ايران الى العدو والكيان الصهيوني الاستيطاني الذي لم يحترف له بحدود قط حتى هذه اللحظة ويتمدد هذا يقعدون ويا ويسوقون ويسوون مبادرات من اللي يسوي المبادرات من اللي يظهر على الصورة تشوفوا وسائل الاعلام مصر الاردن تذكرونها نفس الاردن روح نشوفوا الافلام الوثائقية اللي هما يسووها هما هما نفسهم هؤلاء الملك الاردني السابق ملك حسين راح بعد ما ابلغه السادات بهدف هو والرئيس الراحل لحافظ الاسد عندهم عملية هذه اكتوبر حرب اكتوبر حرب اكتوبر راح الى رئيسة الوزراء على ذاك السابقة في الكيان الصهيوني اسمها؟ جولدامائير راح بلغه جولدامائير ما صدقته راح اعطاها معلومات يا با راح يسوون حرب عليكم السوريين وال مصريين السهية الاردن الاردن والاردن من المناسبة حتى هذه اللحظة شغالة جسر بري وجوي لدعم الكيان الصهيوني يعني الاسلحة والذخائر الامريكية منين تجي شو ان تجي وهذا الجسر البر اللي يسووه لمواجهة تصار اليمن في البحر الاحمر سووهم جسر بري يمر على الاردن ايضا الى الكيان الصهيوني طبعا عبر السعودية تجي هذه الدول الثلاث يعني الانظمة يعني المعاهدات معاهدات التطبيع هي التي تريد ان تنقذ الشعب الفلسطيني او ما تبقى من الشعب الفلسطيني من التصفية يعني تصفية القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية انهائها مبادرة تسويق الخيانات خيانة الاولى في كام ديفيد خيانة خيانة في اسلو خيانة الثالثة في وادي عرب واتبعتها طبعا اتفاقات ابراهام ماشا كلا اليمن مجددا يقلب الموازين محاولات تجري على قدم وساق لابعاد اليمن والقيادة السياسية في صنعاء تحديدا من الانخراط المباشر او الاستمرار في هذا الانخراط التدريجي في معركة طوفان الاقصى لدعم الشعب الفلسطيني ولإيصال المساعدات الانسانية الى هذا الشعب الفلسطيني المقرور والمظلوم وتحاول المملكة العربية السعودية التي ارادت ان تتنزل من كونها هي التي قادت التحالف هو ما يسمى بالتحالف العربي المعادي لليمن والذي شن حربا في قيادة الولايات المتحدة الامريكية كما يقول مايك بومبيو على اليمن تحاول ان تكون وسيطا ولاحظتم لعلكم في الايام القليلة الماضية الحديث عن يعني مبادرة سياسية بين الفرقاء اليمنيين المتصارعين في الداخل نعم طبيعي كل الدول لديها الداخل اراء مختلفة لكن ما فعلته المملكة العربية السعودية وهذا التحالف العربي هو جريمة لحق الإنسانية عندما تدخلت بشكل مباشر وسمحت للأمريكان أن يقودوا هذه الحرب العدائية وشنت هذه الحرب بحوالي تسع سنوات على الشعب اليمني وتحديدا على أولئك الذين رفعوا لواءة فلسطين منذ اليوم الأول ورفعوا شعار الموت لإسرائيل منذ اليوم الأول وكان واضحا أن المملكة العربية السعودية تنتقم لهذا الشعار الشعار الموت لإسرائيل الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هذا أصبح يعني رمزا من رموز الثورة اليمنية التي اندلعت أو قادت في سبتمبر وعلى ضوئها 2014 بعدين تطورت الأمور وجدت دخلت المملكة العربية السعودية وأرادت أن توجد معادلة جديدة بدعم من كل أولئك الذين تعرفونهم وخاصة المملكة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والكيان الصيوني لكنهم قسروا وباءوا بالفشل بس محاولة جديدة لإجهاض هذا الدور اليمن الفاعل والضابط للإيقاع بالمناسبة من نقول ضابط للإيقاع مو بس فقط لصالح المقاومة لصالح السلام والأمن في المنطقة والعالم يعني إذا تزعم أمريكا تزعم بأنها لا تريد لهذه الحرب أن تتوسع وأن لا تنخرط بها دول أخرى وهي منخرطة بشكل رسمي أمريكا هي منخرطة بشكل رسمي فرنسا منخرطة بشكل رسمي كلهم منخرطون دول أوروبية بشكل رسمي منخرطون يقاتلون على الأرض أربعة آلاف أو أكثر جندي فرنسي يصور يام ماكرون سيلفي يقاتلون على الأرض في غزة في غزة إذا كانت تريد بالفعل أن تروج لهذه النظر لأن لا تتسع هذه الحرب فلتوقفها فلتوقفها فاليمن هو السبب اليمن هو السبب لأنه حتى لا تتسع الحرب قام اليمن بما قام به من استهداف للسفن التي تتوجه إلى الكيان والتي تنقل معدات وأسلحة ودعم غذائي أيضا إلى الكيان الصهيوني هل سيجون يريدون يجهدون هذا الدور اليمن الفاعل والمؤثر أول مرة قدموا له إغراءات الأمريكان مباشرة نعطيك ما تريد نرفعوا الحصار 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 وتعال كيفك لم يفعل هددوه لم يفعل أوجدوه تحالفا دوليا بن كوسيل أرقام مجرد أرقام مستمر اليمن مستمر في مواقفه الإنسانية والأخلاقية ومرة أخرى وأكرر وأقول هذول اللي قال عنهم القرآن نحن ألو قوة ألو قوة وألو بأس شديد عندما كانوا غير مؤمنين قالوا لملكتهم والأمر إليك يعني تركوا الباب مواربا للحوار فهي حاورت قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم تفهم الحكمة يمانية يفهمون شنو هذا الكتاب لهذا وصفته كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري والله السيد القائد السيد القائد الملك عبد الملك الحوثي يستشير اليمنيون شوفهم يظهرون على القنوات الفضائية المدافعون على الحق اليمني شوفوا الحكمة التي ينطقون بها يتحدثون على وهذا ما قاله الإمام جعفر الصادق عليه السلام لخيثمة من أصحابي قال أتتلاقون قال بلى نتلاق قال أتتحدثون قال بلى نتلاقى ولتحدث قال أتقولون ما شئتم قال بلى نتلاقى ولتحدث ونقول ما شئنا قال أما والله إني أحب أن أكون معكم أما والله إني أحب مجالسكم هذه وقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطع مو بس هذا مو جديد هاي الحكمة شوفوا اليماني إلى تأريخ يتجذر من نقول الإيراني عنده شخصيته يذبح بقطنه وما ينسى ثأرة اليماني حكمته قديمة متأصلة ملكة تستشير تستشير حتى استشارت الهدهد قالوا نحن أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى شنو بعدين قال شو قالوا له نحن ألو قوة نحن ألو قوة وألو بأس شديد هس تعديل يشككون من أين جاءت هذه الترسانة اليمنية التي قلبت الموازين وإيران وهم إيران وإيران وإيران وإحنا حتشين وقلنا بالتحقيق والتدقيق والتفحص أن هذه الترسانة من الأسلحة هي يمن كما عملية الطوفان الفلسطينية وإجوا وحرفوا كلام المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني هاي شو هاي مشتغلين هاي شو بمستمرين عليها هذه الأكاذيب قال لهم هذا طوفان الأقصى عملية محظ فلسطينية القرار فلسطيني بس هاي العملية وغير هذه العملية نتاج طبيعي لما حصل مع قادة النصر وهس يعني هس بكرة أي عمليات تصير في العالم ردود فعل سواء كانت تحت السيطرة أو خارج السيطرة انتقام وثأر لما جرى من هذه المجازر في داخل فلسطين المحتلة أم وراها إيران نتاج طبيعي أم وراها حركة المقاومة الأمو بالضرورة هاي شوف بالغرب شوف الغربي العامة تحدث شوف التحول الكبير الذي أحدثته طوفان الأقصى والمجازر الوحشية التي تدار أمريكيا وغربيا وبدعم من هذه الدول التي تروج لمبادرات تسويق الخيانات أسا قاعديني بلتيقة جديدة من أين جاءت هذه الأسلحة مو هذا الحصار مو هي واحدة من التهديدات الأمريكية أو الترغيب الأمريكي نستمره في الحصار أو نرفعه عنكم الحصار مو تسوي التحالف بالمعاسم التحالف ترى موجود قديم مو جديد وما قدرت تمنعون اليمن من أن يتسلح وقد قالها القائد الشهيد القائد الشهيد قاسم سليماني إلى فيديو بصوته وإلى فيديو مو بس بصوته الآخرين الذين نقلوا عنه قادة الحرس مثل ضرغامي وغيره لمناسبات عدة قالوا إن نحن نعم يرى لي ما يخاف وما يستحب نقول أدعم فلسطين أدعم حركات المقاومة في كل مكان هذا الشهيد القائد الشهيد سيد رضي كان مهندس لدعم لتقديم الدعم اللوجيستي لكل حركات المقاومة في كل مكان لكن ان تجي لليمن يعني ليش 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 يتشذبون اليراني ما يكذبون المون لا يكذب بل الذين كفروا يكذبون قالوا وقالها القائد الشهيد قاسم سليمان ونحن في ذكرى استشهاده قال ما يملكه اليمن من أسلحة ومعدات هي محظ يمنية وهؤلاء اليمنيون لياقتهم قابلياتهم هذا هذا الكلام بالقائد تفوق الكثيرين ما أقول أكثر من ذلك هذا الله الله يعرف الله يعلم حيث يجعل رسالته من يقول الحكمة يمانية اليمان الإيمان يماني يماني وعندما يقول الإمام المعصوم أن اليماني رايته أهدا كل هذه الأسلحة وإن شاء الله نتحدث بالتفصيل في الأيام القادمة كل التسلح اليمني أنا مسؤول عن كلام ولدي وثائف كل التسلح اليمني صواريخ مسيرات وغيرها أشياء ترى بعدها ما طالعة والله بعدها ما طالعة كلها يمانية بأيدي يمانية لكفاءات يمانية تجي الصدق تجي الصدق مو أنت لا لا حديثي مع الصهيون العربي والمتصهين العربي وتأتيك بالعباء ما لم تزود الأيام بيننا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة